موسيقى تعليم يسوع المسيح ما تسمى العظة الشهيرة على الجبل موجود في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع وموجود أيضا مقتطفات منها في بشارة لوقة الإصحاح السادس طبعا في إنجيل متى كتبها البشير متى واحد من تلاميذ المسيح بوحي من الروح القدس ففي هذه المرحلة بجمع خلاصة تعليم يسوع المسيح الملك لرعاية الملكوت وطبعا إصحاح 8-9 بيتكلم عن 10 معجزات وهكذا بنظم سفر أو إنجيل متى بحيث بركز على التعليم بركز على المعجزات بركز على الأمثال وهكذا إلى صلب وقيامة يسوع المسيح مثل ما ذكرت إن هذه العظة تسمى خطاب العرش من الملك الملك يسوع عم بيتكلم إلى الرعاية عم بيتكلم عن أخلاقيات عن دستور عن مبادئ وطبعا أنا عاوز أوضح شيء أو اتنين مهمين إن كتير ناس فكروا إن الإنسان بيخلص إذا بيطبق العظة على الجبل بالواقع العظة على الجبل تظهر عجز وفشل الإنسان بل بالعكس تقود الإنسان إلى احتياجه إلى مخلص فمن يستطيع أن يحب الأعداء ومن من لا يغضب أو يكره أو يشتهي وكل هذه الخطايا اللي بيتكلم عليها بالنية بالقلب بالدوافع الداخلية فالمسيح بنوره الكاشف العجيب استطاع أن يظهر ويخرج خبايا القلب إلى الظاهر حتى الإنسان يشوف طبعا وضعيته ويشوف ظرفه والغرض من هذا الموضوع أنه يتوب عن الخطايا ويرجع للرب يسوع المسيح فعلا هذا التعليم هو للأشخاص المفديين اللي اختبروا خلاص المسيح وإلا استحالة أن الإنسان يطبق شريعة المسيح ولسيا ملعزة على الجبل بحذفيرها ولكن لو طبقت مثل الكمال ومثل القاعدة الذهبية ومثل المحبة الكاملة وطلب ملكوت الله فاتخيل ما نوع العالم ماذا سيكون العالم لو طبعا تركنا البغضة اللي كان يعني لو تركنا البغضة لقضت على كل شرور العالم فالمسيح مش بيتكلم عن مظاهر التدين الخارجي ولا بيتكلم على التقوى الظاهرية لكن بيتكلم عن جوهر الإنسان من القلب تخرج الأفكار الشريرة فجاء المسيح ليعالج قلب الإنسان وليعالج المشكلة الكامنة في حياة الإنسان عندما اجتمع المسيح مع التلميذ والجمهور الذي تبعه من كل مكان لأنه في الإصحاح الرابع مكتوب كان يطوف كل قرى الجليل يعلم فيما جمعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب فتبعته جمهور كثيرة جاءوا من سوريا جاءوا حتى من منطقة الساحل من لبنان جاءوا من عبر الأردن ومن منطقة الديكابوليس العشر المدن اليونانية الرومانية وجاءوا حتى من اليهودي من أورشليم ومن الجليل والقرى والمدن المحيطة حول بحيرة طبرية واستمعوا لهذا المعلم اللي اتكلم بسلطان واللي اتكلم بجلال واللي اتكلم بعظمة حقا كما قيل عن يسوع المسيح يدعى اسمه عجيبا فهو عجيب في كل شيء فتعليم المسيح وكلام المسيح مغير لا ننسى أنه هو كلمة الله وأن كلامه روح وحياة فهذه العزاء أحبائي عندما ندرسها في هذه المرحلة في الأسابيع القادمة تذكر أننا نحتاج إلى نعمة يسوع المسيح ونحتاج أن نمتلئ من محبة المسيح الكاملة ونحتاج أن نتشبه بالمسيح وأن نتقدم إلى الكمال وإلى النضوج الروحي ونحتاج أن نلتصق بالمسيح حتى تصبح هذه الشريعة جزء من حياتنا فعندما يرون الناس تتغير حياتهم ويرى في مواطنين صالحين في المجتمع وفي الدولة وفي طبعا في العيلة وفي كل القوانين اللي منمارسها ومنطبقها وهي صلاة اليوم لكل مشاهد أنك تختبر محبة المسيح وخلاص المسيح في حياتك حتى تبتدي تدرس في هذه العزاء الشهيرة وتتعلم عند أقدام يسوع المسيح اشتركوا في القناة